موسيقى اهلا بكم الى نشرة الاخبار من الميادين وفي عنوينها موسيقى قمة جدة تؤكد مركزية القضية الفلسطينية والدعوة الى حل الازمة في السودان والترحيب بعودة سوريا وحث اللبنانيين على انتخاب رئيس الجمهورية موسيقى الفياض يؤكد ان الحج الشعبي في مرحلة اعادة التأسيس وهو القوة الفاعلة التي وحدت العراقيين موسيقى انا خال في تأبين شهداء معركة ثأر الاحرار لن تكون تل ابيب ومدن الكيان بعيدة من مرمى صواريخنا ورصاص مقاتلينا موسيقى قمة مجموعة السبع ترفض عسكرة الصين لمنطقة اسيا والمحيط الهادئ وبكين تحذر الاضرار بمصالحنا سيقابل باجراءات مضادة وقوية موسيقى الرئيس الامريكي يرجح سداد الدين الامريكي برغم مفاوضات صعبة مع الجمهوريين موسيقى اختتمت القمة العربية الثانية وثلاثون في جدة حيث اكدت في بيانها الختامي مركزية القضية الفلسطينية للدول العربية لكونها احد العوامل الرئيسية للاستقرار في المنطقة والتمسك بحل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية ودع البيان الى ضرورة التهديئة وتغليب لغة الحوار في السودان كما رحب باستئناف مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة ومنظماتها واجهزتها آملا ان تسهم هذه المشاركة في دعم استقرارها والحفاظ على وحدة اراضيها واعلن دعمه امن اليمن واستقراره والتوصل الى حل سياسي للازمة الاعلان حتى الاطراف اللبنانيين كافة على التحاول الانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وشدد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية ورفض تشكيل جماعات وميليشيات مسلحة وفي متبر صحفي اعقب صدور البيان الختامي القمة قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ان بلاده ستدعم مشاريع التعافي الاقتصادي في سوريا واعادة اللاجئين الوضع القائم لم يكن قابل الاستدامة وان لا مجال لحل الازمة السورية الا بحوار مع الحكومة السورية وقناعتنا ان مثل ما ذكر مع علي الامين ان مكان سوريا هو داخل الجامعة يكون هذا الحوار حوارا سليما لاننا نتحاور مع حكومة وهذه الحكومة لها سيادتها ولابد ان يكون حكومة منطقية نفهم وجهة نظر الولايات المتحدة وشركائنا في الغرب لكن لمعالجة التحديات القائمة لا بد ان نجد مقاربة جديدة وهذه لن تأتي الا بالحوار وبالتأكيد سوف نتحاور مع شركائنا في اوروبا وفي امريكا لمعالجة لنقول مصادر القلق الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط قال ان القمة العربية في جدة تميزت بالسلاسة وتمكنت من اصدار قرارات مهمة القمة صدر عنها بعض القرارات الهامة اهمها في تقديري هو القرار الخاص بعودة سوريا له رمزية واضحة للغاية الاتصالا بموضوع عودة سوريا فوضح لي شخصيا ان هناك رغبة وعزمة اكيد ان تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي اكثر هناك شعور واضح ان العرب يرغبون في امتلاك ناصية التفاعل والتعامل مع المشكلات العربية وعدم تركها اطلاقا للقوى الاجنبية والاقليمية وفي كلمة له في القمة العربية اكد الرئيس السوري بشار الاسد ان العمل العربي المشترك بحاجة الى رؤى واستراتيجيات واهداف مشتركة لتحويلها لاحقا الى خطط تنفيذية سياسية موحدة العناوين كثيرة لا تتسع لها كلمات ولا تكفيها قمم لا تبدأ عند جرائم الكيان الصهيوني المنبوذ عربيا بحق الشعب الفلسطيني المقاوم ولا تنتهي عند خطر الفكر العثماني التوسعي المطعم بنكهة اخوانية منحرفة ولا تنفصل عن تحدي التنمية كأولوية قصوى لمجتمعاتنا النامية هنا ياتي دور جامعة الدول العربية باعتبارها المنصة الطبيعية لمناقشة القضايا المختلفة ومعالجتها شرطة تطوير منظومة عملها عبر مراجعة الميثاق والنظام الداخلي وتطوير آلياتها كي تتماشى مع العصر فالعمل العربي المشترك بحاجة لرؤى واستراتيجيات واهداف مشتركة نحولها لاحقا الى خطط تنفيذية بحاجة لسياسة موحدة ومبادئ ثابتة وآليات وضوابط واضحة عندها سننتقل من رد الفعل الى استباق الاحداث وستكون الجامعة متنفسا في حالة الحصار لا شريكا به ملجأ من العدوان لا منصة له الرئيس السوري رأى ان العرب يقفون امام فرصة تاريخية لاعادة ترتيب شؤونهم من دون تدخل خارجي فاذا علينا ان نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج ازماتنا كي لا نغرق ونغرق الاجيال القادمة بمعالجة النتائج لا الاسباب والتهديدات فيها مخاطر وفيها فرص ونحن اليوم امام فرصة تبدل الوضع الدولي الذي يتبدى بعالم متعدد الاخطاب كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والاخلاق والاصدقاء والشركاء هي فرصة تاريخية لاعادة ترتيب شؤوننا باقل قدر من التدخل الاجنبي وهو ما يتطلب اعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكون اليوم كي نكون جزءا فاعلا فيه مستثمرين في الاجواء الايجابية الناشئة عن المصالحات التي سبقت القمة وصولا اليها اليوم الاسد شدد على ضرورة منع التدخلات الخارجية في القضايا التي تشغل الامة العربية ومساعدة الدول حسرا عند الطرب وختم كلمته بان ماضي سوريا وحاضرها ومستقبلها العروبة اما عن القضايا التي تشغلنا يوميا من ليبيا الى سوريا مرورا باليمن والسودان وغيرها من القضايا الكثيرة في مناطق مختلفة فلا يمكننا معالجة امراض عبر معالجة الاعراض فكل تلك القضايا هي نتائج لعناوين اكبر لم تعالج سابقا اما الحديث في بعضها فهو بحاجة لمعالجة التصدعات التي نشأت على الساحة العربية خلال عقد مضى واستعادة الجامعة لدورها كمرمم لجروح لا كمعمق لها والاهم هو ترك القضايا الداخلية لشعوبها فهي قادرة على تدبير شؤونها وما علينا الا ان نمنع التدخلات الخارجية في بلدانها ونساعدها عند الطلب حصرا اما سوريا فماضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الاحضان فالاحضان عابرة اما الانتماء فدائم وربما ينتقل الانسان من حضن لاخر لسبب ما لكنه لا يغير انتماءه اما من يغيره فهو من دون انتماء من الاساس ومن يقع في القلب لا يقبع في حضن وسوريا قلب العروبة وفي قلبها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كده في افتتاح القمة ان القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب المحورية واملا ان تسهم عودة سوريا الى جامعة الدول العربية في تحقيق الاستقرار فيها وحل ازمتها وهم يسرنا اليوم حضور فخامة الرئيس بشار الاسد لهذه القمة وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية ونأمل ان يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا وعادة الامور لطبيعتها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي بما يحقق الخير لشعبها وبما يدعم تطلعاتنا جميعا نحو مستقبل افضل لمنطقتنا الرئيس التونسي قيس سعيد رحب بعودة سوريا بعد احباط مؤامرة تقسيمها وتفتيتها وقال في كلمته ان العالم في صدد التشكل من جديد وتونس ثابتة على مواقفها ثابتة اولا على استقلال قرارها الوطني ثابتة ايضا على عدم الانخراط في اي تحالف ضد اخر كما ينص على ذلك دستورها وشعبها مسر على مبدأ المساواة بين الدول كما تنص على ذلك عديد الموثيق والسقوق الدولية ملك الاردن عبدالله الثاني رحب في كلمته بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية كخطوة مهمة واكد ان منظومة العمل المشترك بحاجة الى تطوير لا تزال القضية الفلسطينية محور اهتمامنا ولا يمكن ان نتخلى عن سعنا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي لن يتحقق اذا لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه في الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعسبتها القدس الشرقية على اساس حل الدولتين لا يمكن للسلام والامن ان يتحقق مع استمرار بناء المستوطنات ومصادرة الاراضي وهدم البيوت وتهجير الفلسطينيين من اراضيهم وتدمير الفرص المتبقية لتحقيق حل الدولتين الوزير الاول الجزائري ايمن بن عبد الرحمن رحب بعودة سوريا الى مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية وكذا في كلمته ممثلا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اهمية خدمة القضية الفلسطينية وتحمل المسئولية تجاهها شعار لم الشمل تجسد كذلك باستعادة سوريا الشقيقة مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية بفضل جهود الدؤوبة التي بذلت واود ان ارحب عاليا باسترجاع سوريا لمقعدها بين اشقائها مع توجيه الشكر الى كل الدول العربية الشقيقة التي ساندت مسعى الجزائر وتجسيدا لمركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعب الجزائري فلقد سخرت الجزائر ديبلوماسيتها خدمة لقضيتنا المركزية بغية توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين طالبنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والاخلاقية والانسانية اننا ندين بشدة هذه الاعمال الاجرامية ونجدد تضامننا الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق وندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الامن الدولي لوقف هذه الاعتداءات الاجرامية المتكررة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد رفض استمرار الاحتلال والسباحة الاراضي الفلسطينية والمقدسات واعلن في كلمته استمرار النضال ضد الاحتلال نؤكد رفضا عن استمرار استباحة سلطات الاحتلال الاسرائيلي لارضنا ومقدساتنا ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبة اسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وانتهاكاتها للقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية له ونحن من جانبنا سنواصل مسيرتنا النضالية لمواجهة القهر والعدواء الاسرائيلي كما سنواصل جهودنا الدولماسية والقانونية في المحافل والمحاكم كافة لاستعادة حقوق شعبنا وفي المقدمة منها المحكمة الجنائية الدولية بدوره قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان عودتها سوريا الى جامعة الدول العربية تعتبر تفعيلا عمليا للعمل العربي المشترك وشددها على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية من اجل الحفاظ على مصالح الشعوب ومقدراتها اشتعلت كذلك ازمة جديدة في السودان الشقيق تنزل اذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة كما تستمر الازمات في ليبيا واليمن بينما بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسويط تلك القضايا على نحو اكثر الحاعة من اي وقت مدى وفي نفس السياق فان عود السوريا الى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدول العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الازمة السورية استنادا الى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الامن رقم 2254 وشدد دفع الله الحاج المبعوث السوداني الخاص لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على ان بلاده ستتجاوز محنتها وعلى التعاون مع الوساطة السعودية الامريكية كما اكد استعداد الحكومة السودانية للسلام نحن في حكومة السودان لسنا دعاة حرب لكنها فرضت علينا واذا ما جنحت القوات المتمردة للسلم سنجنع له واذا وضعوا السلاح سيتم العفو عنهم بل وان ابواب القوات المسلحة السودانية مشرعة لدمجهم ان رغبوا ولكن في ذات الوقت اؤكد لكم ان القوات المسلحة السودانية بما عرف عنها عبر عقود من الزمان من كفاءة واقدام وشجاعة ومهنية عالية قادرة على هزيمة التمرد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقات قال في كلمته ان طول امد الازمة الاقتصادية والسياسية في البلاد وتزايد اعداد النازحين السوريين اكبر من طاقة لبنان على التحمل انا اريد ان اتحدث عن وطني لبنان الذي يستمر في معاناته من ازمات متعددة ارخب بفقلها على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات سنوات عجاف يعاني فيها يوميا ما يعانيه من فقدان المقاومات الاساسية المعنمية والمدية التي تمكنه من الصمود وقد ازدادت هذه الحالة تعقيدا بشغور سدة الرئاسة الجمهورية وتعزر انتخاب رئيس جديد اضافة الى ان لبنان لم يتوانى يوما عن فتح ابوابه امام اخواننا النازحين السوريين ايمانا باخوة الشعبين وتقدم الاعتبارات الانسانية على ما عدأها هي عودة لا يمكن ان تتحقق اذا لم تتضافر الجهود العربية مع مؤاثرة من المجتمع الدولي وبالتواصل والحوار مع الشقيقة السورية في اطار موقف عربي جامع اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياد ان الحشد الشعبي اليوم اصبح قوة عسكرية مهمة واساسية واضاف في كلمة له خلال المؤتمر الامني في نينوى ان الحشد هو القوة الفاعلة التي وحدت العراقيين ايها الاخوة نحن نعيش برحلة اعادة التأسيس احب ان نؤرخ لهيئتنا المباركة هذه الهيئة التي انطلقت بعد تلك الهزيمة النكراء وبعد تلك الازمة الكبرى التي المت بالبلد وكادت ان تطيح به وبمستقبله ولكن طبيعة هذا الشعب وقواه الفاعلة وعلى رأسها المرجعية الدينية استطاعت ان تستنهض هذا الشعب وتذكره بعوامل قوته وعوامل صموده فما كانت هي الا فتوى من اسطر لكنها حركت هذا المارض الكبير الذي تجلى في تلك الايام الايام المباركة نعم كانت ايام الدماء وايام مأساة لكن انا اجدها انها رسمت معالم العراق الجديد تتواصل الفعاليات الدعمة لفلسطين ومقاومتها وفي هذا الاطار ينظم في العاصمة اللبنانية بيروت ملتقى الحوار الوطني بمشاركة شخصيات من مختلف القارات للتأكيد على الدعم المستمر للقضية المركزية معنا من بيروت مراسل الميادين عباس الصباغ عباس حيث تتواجد انت في بيروت ماذا عن اجواء هذا المؤتمر ماذا عن المواقف وارسلت العاملين في الخضية الفلسطينية وهي اليوم بين ايديكم نعم تحية لك وانشادي المدينة بطبيعة الحال هذا المؤتمر الشعبي لفلسطينية الخارج يواصل اعماله هنا في العاصمة اللبنية بيروت بمشاركة واسعة من ممثلي يعني الفصائل الفلسطينية كافة وممثلي الانتشار الفلسطيني عبر القارات الخمس وبالتالي هناك الكلمات تؤكد اولا على تأكيد الوحدة الفلسطينية وضرورة اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية واجراء الانتخابات بشكل دوري بطبيعة الحال الافادة من التراكمات التي ارستها المقاومة الفلسطينية في كل المواجهات التي جرت وتجري مع الجيش الاحتلال ما يعني عضو المجلس التشريعي الفلسطيني دكتور معاوية المصري لو سمحت بان تخبرنا اكثر عن اهمية هذا المنطقة وما المتوقع منها هذا المؤتمر هذا سعيد جدا في هذا المؤتمر لانه ركز على ان المنظمة التحرير الفلسطينية هي المبثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لكن هذه المنظمة سربت من بعض اشخاص فعلينا على الشعب الفلسطيني التي تقوم باجراء انتخابات جديدة لتجد الشرعية لهذه المنظمة اما المنظمة في وضعها الحالي المنظمة انشئت لتحرير فلسطين الان دور المنظمة سلب واصبحت التنسيق مع الاحتلال الصهيوني ومع العدو الصهيوني فهذا دور المؤتمر ان يعمل على ان يغير هذا الوضع وان نؤكد على ان المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لكن ليس بقيادتها الحالية يجب ان يكم انتخابات للمجلس الوطني الشرعي لخلق قيادة جديدة تركز على ان المنظمة التحرير الفلسطينية دورها هو تحرير فلسطين وليس التنسيق مع الاحتلال كيف سينعك الصدى ثأر الأحرار في هذا المؤتمر نعلم هناك مواجهات كثيرة جرت مع جيش الاحتلال واخر وكان ثأر الأحرار كيف سينعكس في هذا المؤتمر انا اعتقد ان هذا بداية ويجب التركيز عليه ويجب الاستمرار في العمل لاجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني لانتخاب اعضاء جدد في منظمة التحرير لمجلس الوطني وانتخاب قيادة جديدة بديلة لهذه القيادة التي اصبحت لها دور مختلف عن الدور الذي انشأت المنظمة من اجله شكرا لك سيد معاوية المصري عدو مجلس التشريع الفلسطيني التركيز على الوحدة الفلسطينية واصلاح منظمة التحرير هي من العناوين الرئيسية التي ترسم استراتيجية استراتيجية التوابط الفلسطينية وتأكيد بأن اهداف منظمة التحرير هو التحرير والكفاح المسلح وبالتالي هناك انتقادات لدور هذه المنظمة او بعض فصائلها في هذه الفترة شكرا لك على هذه التفاصيل المراسل الميدين من بيروت عباس صباغ الى فلسطين المحتلة حيث توعدت حركة الجهاد تل ابيب بدفع الثمن اذا نكثت باي من بنود قرار وقف اطلاق النار الذي اعقب معركة ثأر الاحرار اكرم دلول والتفاصيل السائبة الكرام في غزة تفويض شعبي جديد للمقاومة وعلى عكس ما اراد الاحتلال هذا ما تؤكده صور الحشود التي شاركت في تأبين شهداء معركة ثأر الاحرار هنا لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة التي خرجت لتوها منتصرة في معركة كبيرة ثبتت فيها معادلات الردعي مع اسرائيل خرج لهم مقاتلون ليعيدوا ترتيب المعادلات مرة اخرى ايها الاخوة والاخوات ان معاركنا تثبت مرة تلو الاخرى ان بامكان امتنا ان تنتصر على المشروع الصهيوني الذي قهرها وكان سببا اساسيا في تبعيتها وضعفها توهم الاحتلال اذا انه باغتياله قادة الصرايا سيوقف خيار الجهاد الاسلامي لكن رسالة المقاومة الموحدة في الميدان ومح هذه الجماهير بددت كل اماله نحضر العدوى من اي عملية اغتيال او حماقة فنحن عند وعدنا وعهدنا بالرد بكل قوة في عمق العدو وبشكل موحد وبلا اي تردد مستمرون في الاعداد مستمرون في البذل بذل الجهد بالانفس وسنوات وشباب العمر والجراحات وكل ما تحتاج هذه القضية كل الجماهير الوفية التي جاءت لتؤكد على منهجية المقاومة وعلى صواوية خيار جهاد الاسلامي وسرايا القدس في خوض معركة التحرير معها مع الغرفة المشتركة كتفا بكتف ويدا بيد ذو شهداء المعركة اكدوا مضيهم على نهج ابنائهم مشددين على استعدادهم لتقديم المزيد على طريق التحرير هذه تعطينا الدعم الكامل لان نستمر على هذا الضرب ونضحي للغالي والنفيس من اجل فلسطين من اجل المقدسات من اجل تحرير فلسطين باذن الله تعالى لا غرابة في احتضان الفلسطينيين لمقاومتهم فهم يرون انها خيارهم الاوحد للتحرير واستعادة الحقوق اقوى واكبر خرجت حركة الجهاد الاسلامي من معركة ثأر الاحرار التي مثلت بشواهد الميدان تحولا مهما في تاريخ المقاومة الفلسطينية التي تؤكد لعم وصلة طريق الاعداد والتجهيز لمعركة ستكون اصعب على اسرائيل اكرم دلو الغزة الميادين اعلنت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان اكثر من مليون شخص نزحوا حتى الان بسبب القطار الدائر في السودان من بينهم ربع مليون لاجئ المفوضية اشارت الى زيادة وتيرة تضفق اللاجئين في الاسابيع القليلة الماضية الى دول الجوار واوضحت ان هناك اكثر من ثمانمائة الف نازحا في داخل السودان ونحو مائتين وخمسين الفا فروا خارج البلاد نوجه نداء عاجلا من اجل سلامة المدنيين والسماح للمساعدات الانسانية بالانتقال الى السودان حيث نواصل توسيع نطاق استجابتنا لاكثر من مليون شخص جرى تسجيلهم حتى الان نازحين الى داخل السودان او الى الدول المجاورة لقد نزح اكثر من سمانمائة واربعة وثلاثين الف شخص داخل البلاد بينما سجلت الحكومات المجاورة للسودان ما يقارب ربع مليون شخص حتى الان تعد مصر من اكثر الولدان استقبالا للنازحين اللاجئون السودانيون في الاردن يعانون اوضاعا صعبة جدا ما دفع كثيرين منهم الى الاحتجاج والمطالبة بتوفير ادنى متطلبات الحياة او ارسالهم الى بلد لجوء جديد لنا شاهين احوال اللاجئين السودانيين في الاردن حدث ولا حرج الالاف محاصرون بين مطرقة الفقر وسنداني منع العمل اوضاع مأساوية دفعت الكثيرين الى الطالب اللجوء من جديد يضيق المنزل بعائلة سلوى فتتسع دائرة معاناتها اكثر فاكثر ام من دون زوج معيل وهو مفقود في السودان منذ سبع سنوات والالم يعتصر قلبها على ابناء وبنات مرضى هنا في عمان وهناك في الخرطوم ومنذ عامين ترفض مفوضية الامم المتحدة للاجئين لاعتراف بها كلاجئة ظروفي صعب لا قادرين نأكل زي الناس ولا قادرين نلبس زي الناس يعني اولادي ما قاعدين يقروا يعني حتى القراية ما قاعدين يقروا لانه قال لي لا نجيب مفوضية يعني هم عندهم رقبة حتى مرضة لكن عندهم رقبة في القراية لكن يعني المفوضية طبعا لا نجيب وراك مفوضية اندي ثلاثة بنات طبعا في السودان بنات فتوات يعني جاعدات براهم حتى أنا ما سامع عنهم خبر من الضربة يعني ما سامع عنهم خبر حتى التلفوناتهم واكفة خياران أحلهما مروا أمام سلوى إما استمرار المعاناة أو العودة إلى السودان حالها كحال مئات اللاجئين الذين طافح كيلهم فخرجوا محتجين أمام مقر المفوضية التي رفضت التعقيب للميادين حول القضية ما طالبوا بالجملة في جعبتهم بعد أن اكتووا بنيران اللجوء المفوضية تقدم مساعدات سنوية نسبة ضئيلة من اللاجئين السودانين لديهم هذه المساعدات التي لا تصدر مغاهم من الإعاشة اليومية ناهيك عن إجارة السكن ناهيك عن خدمات الكهرباء ناهيك عن الوضع الاقتصادي المتزايد يوما بعد يوم الآن يعاني اللاجئ معانا ما بعدها معانا أضيف إلى ذلك ليس للملاجئ السوداني تصريح بالعمل نحو ستة آلاف لاجئ سوداني يعيشون في الأردن وفق بيانات المفوضية التي تؤكد أن مطالبة عدد منهم بإرساله إلى بلد آخر محدودة للغاية ولا تتجاوز نسبتها واحدا في المئة لان شاهين عمان آل ويا دين فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد اتفق قادة مجموعة السبع على علاقات بناءة ومستقرة مع الصين وأكدوا أنهم يعارضون العسكرات الصينية في منطقة آسيا المحيط الهادئ ودعوا بكينا إلى الضغط على روسيا لتوقف عدوانها على أوكرانيا كما اتفقوا على القيام بمبادرة جديدة لمواجهة الإكرهاء الاقتصادي وتعهدوا باتخاذ خطوات لضمان فشل محاولة أي طرف تحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب وسفارة الصين في بريطانيا حذرت من جانبها دولة مجموعة السبع من أن أي أقوال أو أفعال تضر بمصالح بكين ستقابل بإجراءات مضادة قوية وحازمة تعهدت رئيسة تايوان تساي إنغوين بالحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان حوصة توترات شديدة مع الصين وقالت في خطاب ألقته في المكتب الرئاسي في تايبيل لمناسبة الذكرى السابعة لتوليها الحكم أن تايوان لن تستفز ولن تخضع للضغط الصيني وأكدت أن الحرب ليست خيارا مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي من الجانبين تغيير الوضع الراهن من جانب واحد بوسائل غير سليمة لافتة إلى أن الحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار هو إجماع من العالم وتايوان ومن المتوقع أن يعلن رئيس الأمريكي جوبايد عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون دولار وفق ما نقلت وكالة رويترز وأبدأ بايدن استعدادا للسماح لدول أخرى بإمداد أوكرانيا بمقاتلات من نوع F-16 أمريكية الصنع هذا وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن بايدن سيناقش الملف الأوكراني مع الرئيسين البرازيلي والهندي الذين يحطران قمة هيروشيما لقد نفذنا موعدنا به قدمنا إلى أوكرانيا ما تحتاج إليه بناء على المشاورات بين جيشنا وجيشهم والآن انتقلنا إلى مناقشات لتحسين القوات الجوية الأوكرانية كونه جزءا من التزامنا لذا بعد بدء التدريب في الأشهر المقبلة سنعمل مع حلفائنا لتحديد موعد تسليم الطائرات ومن سيقوم بتسليمها وكم عددها قال الرئيس الروسي فلادمن رابوتين أن الغرب يحاول نثراب ذور الشقاق بين المجموعات العرقية والوطنية المختلفة في روسيا وتفتيت البلاد إلى عشرات الدول وأضاف أنه كلما زادت عقوبات الغرب على بلاده زاد مستوى الترابط داخل المجتمع الروسي على حد تعبيره عمليا الترسنة بأكملها موجهة ضدنا اقتصاديا عسكريا سياسيا وآلميا جرى الكشف عن أقوى دعاية مناهضة لروسيا إن الاعتداءات على تاريخنا وثقافتنا وقيامنا الروحية مستمرة إضافة إلى محاولات ضقي اسفين في الأخوة والوحدة بين شعوب بلادنا هم يقولون إنه يجب تقسيم روسيا إلى عشرات الدول الصغيرة المختلفة رجح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستتجنب التخلف عن سداد الديون بايدن كان يتحدث خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في هيروشيما بعد أن أعلن البيت الأبيض عن خلافات خطرة مع المفاوضين الجمهوريين حول سقف الدين المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جاني بير قالت إنها تأمل أن يتفاوض فريق رئيس مجلس النواب جون مكارثي بحسنينية التخلف عن السداد سيغرق اقتصادنا في الركود يرى الاقتصاديون أن ملايين الأمريكيين قد يفقدون وظائفهم ويمكن للعائلات التي تعمل بجد أن تخسر مدخرات تقاعدها لذلك نأمل أن يتفاوض فريق المتحدث مكارثي بحسنينية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة يشكل العنوان الرئيسي للمرحلة الحالية للعلاقات بين كوبا وروسيا وهذا ما يسعى إليه البلدان خلال المنتدى الاقتصادي والتجاري الكوبي الروسي الذي انعقد في العاصمة الكوبية هافانا عروى محمود والتفاصيل بمشاركة أكثر من خمسين شركة تمثل القطاعات الاقتصادية الروسية اختتم في العاصمة الكوبية المنتدى الاقتصادي والتجاري الكوبي الروسي بتوقيع ثمان اتفاقيات في مجالات السياحة والأغذية والصناعة والطاقة وتوريد القمح ليمثل مرحلة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ويحظى باهتمام مباشر من قادة البلدين نأمل أن تمثل الخطوات التي اتخذناها في هذا المنتدى بداية لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية من أجل تعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين جرى اتخاذ كل الخطوات لتهيئة العمل المشترك وهذا يعزز علاقات التضامن والصداقة بين بلدين هناك مئات من رجال الأعمال من البلدين يعملون لإقامة تحالف اقتصادي من شأنه مساعدة كوبا على استراد كثير من احتياجاتها لا سيما في قطاعات السياحة والزراعة والأغذية والصناعة لدينا صيغة جديدة للعمل الاقتصادي والصناعي والمتعدد القطاعات الذي يعود بالفائدة على كلا البلدين نتقدم على نحو كبير وننتظر النتائج العملية ونحن نتضامن مع كوبا في مواجهة الحصار الأمريكي المنتدى الذي عقد في سياق الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يعطي أهمية خاصة لكوبا التي تشهد فتاحا على القطاع الخاص وفي الوقت نفسه يساعدها على مواجهة الحصار الأمريكي المفروض عليها المنتدى يساعد على تعميق العلاقات وجعلها أكثر استراتيجية وله أهمية خاصة بالنسبة إلى كوبا للبحث فيما تحتاج إليه البلاد والصعوبات التي تعانيها بسبب الحصار الأمريكي وتشديد إجراءاته والتي تؤثر في الشعب على نحو المباشر ومثلت زيارة الرئيس الكوبي ميجيل دياس كانيل لموسكو نهاية العام الماضي مرحلة جدية للعلاقات بين البلدين التي تشهد تسارعا لافتا وزيارات متتالية بهدف تطوير مشاريع مشتركة بين البلدين الحضور الكبير لرجال أعمال روسي في هذا المنتدى الاقتصادي والاهتمام الكبير من قبل السلطات في كوبا يعكسان بوضوح إرادة البلدين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما ولسيما أنهما يواجهان عقوبات اقتصادية من خصم مشترك عروى محمود هافانا الميادين انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منافسه كليشجار أوغلو لقوله أنه سيفعل ما يريده الغرب وعلق أردوغان قائلا باي باي كمال نحن سنفعل ما تريده تركيا وسنتحرك وفقا لمصالحها لا ما يريده الغرب كذلك توجه إلى الناخبين محذرا من التراخي بعد نتائج الجولة الأولى وأكد ضرورة العمل ليلا ونهارا حتى ليلة الانتخابات وفي تركيا يمثل المكون الكردي ما نسبته 20% من السكان قومية ما زالت تحافظ على عاداتها وتقاليدها في منطقة جنوب شرق الأنضول وتجمعها توجهات العقائدية والمورثات الاجتماعية تقرير محمد درويش هنا ديار بكر مركز الكرد في تركيا وبوصلتهم السياسية والثقافية مكون يضم ملايين الأفراد الذين يشغلون مناطق واسعة في جنوب شرق تركيا وتجمعهم التوجهات الفكرية والعقائدية ويرتبطون بعلاقات صلبة مع قرانهم في سوريا والعراق وإيران نحن الشعب الكردي واجهنا كثير من الصعوبات في تاريخنا وبالرغم من كل شيء حافظنا على هويتنا ونتواصل مع جميع الكرد في الدول المجاورة فهناك مصاهرة بيننا ولغتنا مشتركة عادات الكرد وتقاليدهم حاضرة بقوة في المشهد الكردي في تركيا في الأفراح والأتراح والعلاقات الأسرية وحتى في التمسك بلباسهم التقليدي شال وشابك هما لباس التقليدي للرجال من الكرد أما لباس الكرديات فيسمى كراس وخفتان الكرد متمسكون بزيهم التقليدي فهم يرون أنه محفز للشعور القومي والحفاظ على هويتهم الخاصة ولكن في السنوات الأخيرة بدأ الشباب الكردي يتجه إلى اللباس العصري وبات اللباس التقليدي مقتصرا على المناسبات القومية وعيد النوروز هذه الملابس نقوم بخياطتها وتصميمها من أجل المناسبات الخاصة كالأعراس والحفلات القومية هذه الملابس تمثل هويتنا نشعر بالفخر والفرح عند ارتدائها نشتري القماش ونقوم بخياطتها هنا في المشغل وحياكتها تحتاج إلى مهارة عالية جدا لا تنفصل تقاليد الكرد عن صورة المرأة الكردية في تركيا التي تمثل دعامة أساسية في أسرتها وتحتل مكانة مهمة في بيئتها كنساء كرديات نبذل قصار جهدنا من أجل أنفسنا أنا أدرس من أجل أن أصل إلى هدفي وهو دراسة طب الأسنان والنساء في مجتمعنا غالبيتهم متعلمات يخطو الكرد في تركيا باتجاه مسافة أمان يسعون فيها للمحافظة على مورثاتهم في منطقة ما زالت تعيش ندوبا حفرتها عقد من الصراع على الهوية الثقافية والاجتماعية من ديار بكر ومردين وسيرت وموش وغيرها من المحافظات الكردية في تركيا يعيش الكرد واقعا اجتماعيا متماسكا وسط تحديات سياسية صعبة عمرها من عمر الجمهورية التركية محمد درويج ديار بكر جنوب شرق تركيا الميادين برغم انحسار مخاطره المباشرة ستبقى تأثيرات كوفيد تسعة عشر على البشرية ولسيما على الدول النامية لسنوات وعقود طويلة وخصوصا مع التبعات التي أدت إلى تراجع قدرة الأنظمات الصحية في هذه الدول مع تعثر خطط التنمية الصحية المستدامة من جنيف موسى عاصي لن تنتهي تأثيرات كوفيد تسعة عشر على الصحة العالمية مع إعلان منظمة الصحة إزالة الوباء من لائحة الأوبئة الخطرة بل ستستمر هذه التأثيرات لسنوات وربما لعقود من التأثيرات المباشرة بحسب التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية تقصير حياة الملايين من الناس خلال انتشار الوباء ومن التأثيرات البعيدة المدى تعثر خطط التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في الدول ذات الدخل المحدود العالم خرج عن المسار الصحيح للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 وما لم نسرع وطيرة العودة إلى هذا المسار فإننا سنفقد عددا لا يحصى من الأرواح التي يمكن إنقاذها انشغال العالم بوباء كورونا كان له تأثير سلبي كبير على متابعة الأوبئة الأخرى والأمراض غير المعدية التي لا تزال مسؤولة عما يقرب من نصف جميع الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل وضع هذا الوباء كثيرا من المؤشرات المتعلقة بالصحة بعيدا من المسار الصحيح وسام في عدم المساواة بالحصول على رعاية صحية عالية الجودة وجار عكس الاتجاهات المحسنة في أمراض كالمالاريا والسول وما توافر اللقاحات بشكل واسع لم تحصل الشعوب في الدول المنخفضة الدخل حتى نيسان إبريل عام 2022 سوى على 12% منها فقط مقابل 74% في البلدان ذات الدخل المرتفع كل الرسائل التي وجهتها منظمة الصحة العالمية خلال انتشار الوباء عن ضرورة رفع مستوى التعاون بين الدول لمواجهة كوفيد 19 والأوبئة المحتملة مستقبلا تبخرت الأنظمة الصحية للدول النامية تجهد المزيد من التدهور وشركات الأدوية التي تحقق أرباحا بمئات المليارات ترفض على نحو قاطع التنازل عن حصرية الملكية التجارية للأدوية المنقضة كاللقاحات موسى عاصي من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جينيف الميادين المزيد من الأخبار والتقارير مشاهدين الكرام تجدونها على صفحات الميادين نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء موسى